27 دقيقة المدة المسموح بها لتعبر هذه الأجواء شمال تايوان ذهابا وإيابا قرار فرضته السلطات الصينية في أحدث إجراء فيما يتعلق بالجزيرة التي تريد بيكين ضمها وزارة النقل التايوانية قالت إن بيكين ستخفض مدة حظر طيران التي ستفرضها فوق شمال تايوان من 7 ساعات إلى 27 دقيقة فقط في الخطة الأولية ولمدة ثلاثة أيام ابتداء من السادس عشر من أبريل وحتى الثامن عشر من الشهر نفسه حيث سيؤثر الأمر على ستين إلى سبعين بالمئة من الرحلات بين شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وزارة الدفاع التايوانية قالت إن الحظر مفروض من جانب الصين وليس تايوان وإن منطقة حظر الطيران تقع في حدود منطقة تعريف الدفاع الجوي لتايوان رجحت الوزارة أن حظر الطيران يتعلق بشكل أساسي بنشاطات فضائية صينية أو إطلاق قمر اصطناعي بيكين كانت أجرت خلال الأيام القليلة الماضية منورات عسكرية ودفعت ببعض طائراتها وقطاعها البحرية العسكرية إلى ما بعد الخط الذي يفصل مضيق تايوان منصفة بين البلدين ويشكل خط المواجهة بينهما في سيناريو لفرض حصار عالي الجزيرة وحظر جوي وبحري كانت تقارير استخباراتية توقعت أن تلجأ الصين إلى الحصار بدلا من الغزو المباشر حصار يبدو أن بيكين بدأته ب27 دقيقة في خطتها الأولية كما سمتها تايبي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر